أكد المشاركون في مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي أن الأزمة القطرية الراهنة تكشف حجم المشكلات التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب لأسيما مع جيرانها المباشرين وأن سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط بل يتعارض أيضا مع الجهود العالمية ما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر طرح المشاركون في المؤتمر جاء متوافقا مع شواغل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والدول الأخرى التي تضررت من السياسات القطرية العدائية لم يكن للمجتمع الدولي يكون أكثر صراحة في إدانة قطر لدعمها للإرهاب وهو ما أجمع عليه المشاركون في مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي أعتقد أن قطر دعمت الإرهاب ووفرت ملاذا للإرهابيين في الدوحة ولا شك في ذلك أنا شخصيا زرت قطر أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية وتعاطف كثيرا مع الشعب القطري ويجب على النظام القطري أن يعلم أن ممارساته السياسية خاطئة نحن لدينا قاعدة عسكرية كبيرة في قطر لحماية المنطقة ولا نريد أن نصل إلى مرحلة نتسائل فيها عن ما إذا كان يجب علينا البقاء هناك تطابق هذه الآراء على المستوى الدولي مع شواغل الدول الأربع يؤكد واقعية التعاطي مع هذه الأزمة وشرعية الإجراءات التي تم اتخاذها ويكشف تناقض النظام القطري في ادعائه محاربة الإرهاب من جهة ودعمه له من جهة أخرى نعم قطر جزء من التحالف ضد داعش ولكنها في الوقت نفسه تمويل داعش هذا موقف متناقض ولا أرى سببا يمنعنا من الحديث عن ذلك ولم يغفل المؤتمر عن الدور الاستراتيجي الذي تلعبه قناة الجزيرة القطرية كأداة لتحقيق أجندات النظام القطري المهددة للأمن والسلم في المنطقة عندما يقولون دول المقاطعة مثلا بأن قناة الجزيرة تدعم الإرهاب ليس فقط بما لا نراه على الشاشة ولكن على كيفية جمع المعلومة من الميدان عندما تتعامل مع جماعات إرهابية أو حتى مشطاء وتعطي لهم كاميرات وتعطي لهم أموال عندما يمدوك بمواد في المية ولا تذكر السورس أو المصدر هذه المادة الفيلمية فأنت تتحدى الجهاز الأمني والدولة وليس هناك فرق إذا مصر أو البحرين أو غيرها الأزمة القطرية كشفت ولا تزال عن دور النظام القطري في زعزعة الأمن والاستقرار ولم تقدم مستقبلا يمكن التفاؤل به بالنظر إلى سياسات الدوحة في التعاطي مع هذه الأزمة قطر تبدو كأنها كما يقولون في علم الطبيعة إلكترون انفلت من الضرع ويتحرك لتفتيت وتدمير كل ما حوله بما فيهم نفسه هو استقبال الأزمة الأخيرة لن يوجد حل سلمي أو سياسي لهذه الأزمة لأن الثقة مفقودة ما بين دول مجلس تعاون والنظام القائم في قطر مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي يسدل الستارة على أعماله بالتأكيد على ضرورة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول الأربع ودعمها لما فيه خير المنطقة شواغل الدول الأربع ومطالبها الثلاثة عشر وما نادت به منذ بدء الأزمة القطرية وحتى يومنا هذا تكرر مجددا في قاعة هذا المؤتمر على لسان سياسيين وصناع قرار وأكاديميين من مختلف دول العالم ما يؤكد أن إجراءات الدول الأربع لا تستهدف إلا تغييرا في سياسات نظام الدوحة بما يصب في مصلحة قطر وشعبها قبل أن يصب في مصلحة المنطقة بأسرها عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من أمام مقر المؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن